شهد الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسم رئيس مكتب سمو الحاكم صباح اليوم الاثنين افتتاح اعمال مؤتمر الخدمة الاجتماعية التاسع والذي تنظمه دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة تحت شعار الخدمة الاجتماعية واهداف التنمية المستدامة وذلك في مسرح الجامعة القاسمية تحت شعار الخدمة الاجتماعية واهداف التنمية المستدامة وبرعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العاد ونائب حاكم الشارقة حضر الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم افتتاح عمال مؤتمر الخدمة الاجتماعية التاسع والتي تنظمه دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة بحضور كل من معالي حصة بنت عيسى بحميد وزيرة تنمية المجتمع وسعادة عفاف المر رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة وذلك في مسرح الجامعة القاسمية بداية المؤتمر كانت بكلمة لمعالي حصة بحميد وزيرة تنمية المجتمع ثمنت فيها جهود دولة الإمارات في دعم كافة شرائح المجتمعية وتمكين المرأة وأصحاب الهمم والمحتاجين جنبا إلى جنب مع تشريعات القانونية التي تضمن حقوق كافة الأفراد مشيرة إلى أن احترام حقوق الإنسان الجوهرية التي نصت عليها المواثيق الدولية هي السبيل الوحيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بدوره ألقى نيخل سيث ممثل الأمم المتحدة كلمة قدم فيها الشكر والتقدير إلى صاحب السموة الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي على جهود سموه لدعم التنمية المجتمعية في الإمارة وتوجيهات سموه الدائمة بالارتقاء بكافة الخدمات لكل أفراد المجتمع كما وأشار إلى الدور الهام للخدمات الاجتماعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أعلنتها الأمم المتحدة قبل ثلاث سنوات وذلك للقضاء على الكثير من المشكلات التي تواجه المجتمعات في ختام الحفل كرم الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي معالي حصة بنت عيسى بحميد وزيرة تنمية المجتمع على مشاركتها في المؤتمر كما كرم رئيس مكتب سمو الحاكم أيضا كلا من نخل سيف ممثل الأمم المتحدة وعددا من مدراء الجلسات والرعاة والمحاضرين في المؤتمر وورش العمل إلى جانب الشخصية المتميزة في العمل الاجتماعي لهذا العام وهي هيبة الله محمد عبد الرحمن والتي قضى ثلاثين عاما في ميادين العمل الاجتماعي مما كان له الأثر الإيجابي المنشود والمساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع ترجمة نانسي قنقر